اهلاً وسهلاً من مشاهدينا ورجعنا من الاستراحة وهنتدق مع بعض الشوط التاني شفنا عملنا ايه في الشوط الاولاني عملنا الكحك البل خميرة والسمن المأدوح تعالوا بقدر وقتين اعمل مع بعض الكحك البل بيكينج باودر على البارد قبل ما اقوله خلينا نقول الاول حشو العجمية حشو العجمية عندي معلقتين كبار من الدقيق عندي ثلاث معالق من السمن عندي معلقة كبيرة من السمسم المحمص عين جمل مجروش او بندق او عايزين هسادة يبقى مش هضفوه وعندي كباية من العسل الابيض دي المعايير بتاعته نقول تاني عندنا كباية من العسل الابيض عندنا معلقة كبيرة من السمسم دي اختياري وعندنا ثلاث معالق من السمن ومعلقتين دقيق وطبعاً اللي حابب يحط فيه مكسرات أنا بجرش العين الجمل أو البندو ونضيفه طيب هبدأ أول حاجة هنا هاخد كده تشويحة بالدقيق كده من المعلقة ناخد كده قادي الدقيق وقادي السم بسم الله الرحمن الرحيم ودي كوباية العسل وطبعاً لازم من بعدها هنهدي نار شوي خلاص هنهدي التالتة طيب عندي هنا للدقيق معلقتين من الدقيق هبدأ أدوب أحمص الدقيق ده شوية حلوين أحمره حابة حلوين حابة حلوين كده حابة حلوين ممكن أحط نص معلقة كامل أنا مليت معلقة ومعلقة تانية لش مال يناقل كده معلقتين هرميتين من الدقيق تلات معلق من السم هنقلب بقى تقليبة حلوة كده كده هنبدأ بقى أول ما يبدأ يغلي يعني تتحمص شوية عشان رحة الزيق الناية دي تطلع هنبدأ أن نصب العسل بالراحة ونهدي نار شوية لحد ما يستوي خده بتعشر دقيق ولا حاجة لحد ما تستوي طبعا مش هقدر استخدمها على طول لازم أن أنا أبدأ أصبها في طبق أو في بولة واسبها تهدى وتبرد وبعدين أبدأ أتعامل معها كده تحميسة حلوة أنا ساعات بحب بدي الزيق نفسه لون شوية فيبقى كمان هو متحمص معي وطعمه جميل تعالوا كده نحط معلقة السمسن معنا برضو أهي ومعنا هبة ألو سلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا وأنت طيبة ومبروك على البرنامج الجميل ده الله يبارك في عمرك حبيبتي تسلمي جميل ما شاء الله والذكور جميل وإعداد جميل وكل حاجة جميلة وإنت منورة الشاشة كلها ما شاء الله الله يسعد أيامك حبيبتي تسلميلي يا رب هذا الكحك الجميل ده حلو جدا ما شاء الله أنا على فكرة الكحك بيطلع عمين يتنشف على طول يعني ما إحنا لازم نبسه حلو وبعدين السوائل مهم قوي نسبة السوائل عشان لو زادت ينشف إن شاء الله تثبوتي وجربي معانا وإن شاء الله هتثبوتي بإذن الله كمان البتفور معي دع بيطلع ايه يعني بتعمليه بالزبدة ولا بسامنة بعمله بالزبدة طيب الزبدة لازم تكون نسبتها لكيلو دقيقة مثلا 625 جرام لازم نمشي بالموازين شامل ولازم تكون ساقع أنا بعمل بعير بالكبايات بصراحة يعني يعني بعيرش بالمعين لا أعير بيه ده الميزان والله إحنا جميل ميزان جميل قوي مش غالي والله جميل عايز أوريه لك لو كان يعوريك في الفصل الجاي جميل جدا جميل وزني عليه على طول رحى ما شاء الله يعني حاجاتك كلها جميلة وزيكون حلوة قوي حبيبتي تفضلي يروح على قلب تفضلي والله يتيجي تشور فينا إن شاء الله في حلقة تعملي حاجات خلق بإذن الله شكرا لزوءك قطر ألف خيرك شكرا لك حبيبتي تفضلي وأنا طبعا عايز أقول لكم أهل بي نشرف طبعا إن إحنا ما نبسوش كويس البس ده مهم قوي إحنا ساعات بنتخانن عشان العجينة طريقة في إدنا هي تبسط عشان كده أنا ساعات بقوله حضراتكو إيه هو لما بيخمر نص ساعة لازم يخمر نص ساعة الكحك الكحك اللي أنا عملته قدام حضراتكو ده ما ينفعش أشكله دلوقتي على طول لازم أسيب كحك الخميرة والسمنة المأدوحة يمسك نفسه نص ساعة يخمر وبعدين أبدأ أخد منه وأحشي وأجمل عشان تاخد شكل الكحكاية المصبوط لكن أنا الوقت عندي طبعا شوية يعني صعب فأنا عايز ألح أقول لحضراتكو كل المعلومات تمام؟ دي مهمة ثانيا في ناس ممكن تجرب تاني في البس يعني أنا دلوقتي سبته خمر ممكن أجي ببطني إيدي بالعجينة وأعملها كده على الرخامة بس أديها تنعيمة كمان تأكيدا لو أنا حسيت أن أنا ما بستوش حلو وقت ما كان بالسمنة طيب بصوا بقى بدأ دي ياخد لون كمان كده هنزل بقى بالراحة كده بالعسل الأبيض أهو حبيبة قلبي بصوا كده لحد ما تعمل معانا لإيه نخلط العسل مع إيه مع الجمال ده كله هتبدأ تربط معانا أهو شايفين؟ شايفين؟ كل الكمية تنزل وطبعا أهم حاجة المعالق الخشب في العسل عشان تاخده فايدته لو استخدمته حاجة معدن بتروح الفايدة بتاعته للناس اللي بتحب تاخد عسل على الريء أو تستخدم العسل الأبيض طبعا ليه اللي هي بتاعت العسل دي الخشب ما تجيبوش بقى الأشكال الكريستال ولازم يكون مكان مضمون على فك فيه أماكن جميلة وفي نوع محترم في السوبر ماركت وبيبيع منه ليه فروع والفروع دي بتبيعه سايب بالكيلو تقدروا تتعاملوا معي بصوا بقى بدأت تتماسك إزاي نسبة الزي تدي كده تخانة أنا مش عايزة أكتر من الثلاث دقايق دول وبعدين هصبها في بولا أوريها لحضراتكو وتبدأ أسيبها لما تهدى خالص بس تاخد القوام في اللحظة دي أقدر أضيف المكسرات بتاعتي أهي عين الجمل المجروش وده بيخلي كل العجمية كلها مليانة بالمكسرات فالكحكة مش مظلومة يعني اللي بيأكل الكحكة بيأكل فيها العجمية جوها المكسرات بتاعتها وبرضو بيوفر في كمية المكسرات ما بتبقاش صحيحة زي اللي بتتحط حبة كاملة أو نص حبة أو ما إلى ذلك طيب هنعمل كده معلش لازم أمسحها كويس من الميا كده وإيه ونبدأ نصب بقى نصب هنا وعلى مهلوك قوي لسعتها وحشة بصوا بصوا تماسكت إزاي بصوا أهي شايفين تماسكت إزاي يالله بينا نروح شايفين يالله بينا نصبها بقى في إيه في البولة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم أهي شايفين الجمال الله هسيبها بقى تهدى تماما على رخامة في جنب كده مش حلمسها ولاجي جنبها أقصى حاجة ممكن أعملها معاها إن أنا أحط عليها كيس تلاجة ألزقه بس على وشاشة ما تنشفش قوي وحسيبها في جنب أنا هنا مجهزة منها شوية أهي فيه منه بالعين الجمال أهي والسمسم وفيه منه شوية من الملبن اللي إحنا عملناه قلنا الملبنة هون وهدي الحشوة بتاعته على البارد عملناها مع بعض في الشغط الأولاني